طيب هل عدم دخول الناس في الإسلام يكفي أن نستبيح دبائهم؟ ده سؤال مهم برضو يعني أنا دلوقتي مسلم في بلد مسلم هل عدم دخول الناس في الإسلام يعطيني الحق أني أقتله؟ أبدا ما حصلش ده طب برضو واحد ممكن يقولك إيه يا عم ده بيقول الكلام اللي هم عايزينه يقوله طب ما تيجي نشوف سيدنا النبي لما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم فضل اليهود موجودين وفضلوا وهم يهود يعني حتى ما أصبحوش منافقين قالوا رحنا معاك وكتموا دينهم بعد ذلك لا هم صراحة كده إحنا يهود فعايشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم الأمان ومن غير المنطقة أنها تلاقي يهود في المدينة مش بيمارس تقوصه تعبودي فده برضو حاجة لازم نتعلم